هذه التقنية كان لابد من اختراحها لتخفيف ألام المرضى وتخفيف التكلفة عليهم في عنا حالات احنا ما بيقدر نحولها للجراحة لأنه بهذول بيعملوا حصوات تكرار تمام؟ أكثر من مرة بيكون حصوات ما بيقدر أنا كل ست شهور نعمل بعملية جراحية نعم للتكلفة والأمور التخدير والأمور الجراحية حتى نفس الموقع اللي ندخل عليه جراحيا بصبح معقد جراحيا للجراحة مئة بالمئة تمام وممكن يأثر على نفسية المريض أيضا طبعا وهي متعبة أصلا ممكن يأخذ إجازات مرضية ممكن كذا فهي كان لازم فيه بتقنية سهلة سريعة أنه المريض يسوي الإجراء ويكون آمن ويخرج بسلام بسرعة إذن بناء على حديثك بس تشف بأنه هذا الإجراء بسيط نعم ما فيه مبيت في المستشفى الإجراء يتم خلال أقل من ساعة المريض تم التنسيق مع طيب جراحة المسالك أنه هاي الحال يحولها تفتيت حصة جميل يتم اختيارها حسب موقع الحصوية حجمها كثافتها عدة عوامل يتم اختيارها بعناية لنحصل على نسبة نجاح عالي نسبة نجاح بمعظم حالات تفتيت أكثر من 85% إلى 90% رائع فيه تخدير ولا مسكنات؟ معظم الحالات اللي يتم أطاع التخدير ممكن مسكنات بسيط بتعرف إحنا شعبنا بخاف شوي ممكن المريض يكون أصلا خائف إحنا ما أعطيه إشي هديه فقط الألم محتمل الألم محتمل جدا يعني إحنا سوينا أطفال بدون تخدير وإحنا الحمد لله إحنا قاعدين نشوف الآن على الشاشة حالات مرضية أجرتوها لمرضى عندهم حصوات كلا لكن ما قدروا يخطعوا للتخدير فطلبتوا تعملوا لهذه التقنية أكثر من حالة اشتغلناها لحصوات في المثاني وفي الكلا كانت حصوة كبيرة وبس كانت حالة المريض الصحية لا تسمح أنه إحنا ندخله تخدير لعنده مشاكل في القلب عنده مشاكل التخدير كان إجراء أو مشاكل مرتبطة بالعمر نعم بالعمر والأمور الصحية لا تقل إذا كانت الحصوة كبيرة تضطروا تسووها على أكثر من جلسة أو لجلسة واحدة كافية حالة الحصوة هو اللي بيحددها في حصوات ممكن أكثر من جلسة في ممكن نحط دعامي عن طريق المنظار اللي هي بربيج داخلي عشان أن الحصوات أو قطع الحصوة تنزل بأمان وما تأذي المريض وهي نازلي في أكثر من حالة اشتغلناها المريض كان عمره تسعين سنة فكان الخيار الوحيد أنه نفتت رياح حصو كبير في المثاني والحمد لله يعني عمل المريض جلستين ونزل كل الحصوات وكانت أمور كثير ممتازية وبرجع لحياته الطبيعية بعد ما يغادر المستشفى نعم نعم كل حياة الطبيعية هي ساعة لإجراء ساعة وبروح المريض على البيت على طول إن شاء الله والمدة بين الجلسات إذا احتاج أكثر من جلسات عادت من ثلاث أيام لأسبوع حسب حالة المريض يعني مو مدة طولة إذا أيمن شو رأيك نوجه نصيحة طبية أخيرة للمشاهدين نثقفهم صحيا بأن الحصوات الكلاة ممكن نحلها بطرق غير جراحية أو حتى طبيعية أفضل نصيحة للي بيكون حصوات أو ما بيكون شرب السوائل شرب السوائل بكميات كافية تساعد الكليه أن تطرد هاي الأملاح اللي بتتكون داخل الكليه اللي بتأذي جسم الإنسان والمتابعة يعني إما يكون في مريض عنده تاريخ مرضي في هاي الحصوات يجب المتابعة أكثر نصيحة أنا بحكيها للمرضى اللي بتعامله معاي يعني خلال عشرين سنة في هذا المجال إنه المريض يجب يتابع مع الطبيب المعالج ومع المستشفى المختص ما يهمل نفسه ما يهمل نفسه لأنه كل ما هو صبر أو ترك الأمور حصوه بتكبر بتأذي أكثر ويصير التعامل معها أصعب المتابعة مع المريض ومع الطبيب المعالج وشرب السوائل بكميات كبيرة شكرا لكم الله يعطيكم ألف شكرا لكم